وعود كثيرة وأحاديث وتصريحات أكثر من قبل المسؤولين والمختصين في الحكومات المتعاقبة حول إعادة إعمار العراق وبغداد خصوصا لكن الواقع ما زال يعكس ترديا واضحا في أغلب القطاعات ونقصا منحوظا في الخدمات والبنى التحتية والمشاريع العمرانية والسكنية فضلا عن غياب أو توقف مشاريع الصيانة لعدة أعوام وبالرغم من عشرات مليارات من الدولارات التي أعلنت سابقا في موازنات وتخصيصات أو حتى قروض ومنح من دول عربية وأجنبية والتي من المفترض أن تعيد لدار السلام رونقها وتجعلها في مصاف المدن والعواصم المتحضرة والحديثة غير أن البغداديين ما زالوا يشكون من غالبية شوارع العاصمة المليئة بالحفر والمطبات حتى باتت تهدد سالكيها إضافة إلى تدهور الأرصفة وانتشار النفايات والأسلاك الكهربائية الشائكة التي تشكل خطرا على حياتهم ناهيك عن تراجع تطوير البنى التحتية بسبب الصفقات المالية المشبوهة التي حولت الكثير من المشاريع الاستثمارية والخدمية إلى حبر على ورق ومع كل شتاء تتعرى بغداد وينكشف المستور عندما تغرق الشوارع بمياه الأمطار والمجاري وفي الصيف تتقدم أزمات الكهرباء وجفاف الأنهار والتصحر قائمة الأزمات أما الزحامات المرورية الخانقة فهي ضيف ثقيل ودائم في كل المواسم والأيام على الرغم من تخصيص 115 مليار دينار لإكساء الشوارع فضلا عن 30 مليار دينار لترميم الجسور في العاصمة من موازنة العام الحالي فقط من غير التخصيصات والمبالغ الهائلة السابقة لكن حتى الآن لم يلاحظ البغداديون أي حملة لتطوير البنى التحتية أو تنظيم العقارات والشوارع وعند تفاقم الأزمات يتجدد تبادل الاتهامات ما بين الأمانة والمحافظة والحكومات لكن المواطن ما زال يتسائل عن مواطن الخلل إن كان في إدارة الخدمات أو في شحة الأموال ببلد الثروات ومتى يحين الأوان لنفض الغبار عن بغداد وأهلها ورؤيتها على غرار قريناتها العربيات والأجنبيات لا تشكو من أزمات خانقة تثقل كاهل ساكنيها وروادها ومتى تنعم بمشاريع حقيقية تعالج مشاكل السكن والعشوائيات وتخطيط عمراني يكفل الخدمات والمناطق الخضراء وشبكة طرق تستوعب النمو السكاني وتزايد العجلات لبرنامج دينار أحمد محمد صالح العراقي الإخبارية بغداد